السلام عليكم ازايكم فيديو النهاردة فيديو مهم جدا وعايزك ان انت هتتفرج عليه لحد النهاية لان النهاردة جاية شحلق موقع جديد بديل لموقع وباي نانس وباي بيت ووك اكس وهو مش بديل فعلا وانما هو شبيه بشكل كبير جدا ليهم وهو وريب هيكون في نفس قوتهم لانه موقع جديد بس بالفعل بيقدم مميزات رهيبة وكمان داخل بقوة في المجال ده وهو اسمه بي واي دي فاي مش بي واي دي السيارات وانما لا هو اسمه بي واي دي فاي المقدمة هتكون طويلة شوية مش عشان الموقع وانما عشان ان الفترة الحالية هو بالفعل عصر العملات الرقمية طبعا بعد الانتخابات الامريكية وفوز ترامب حرفيا حصل زي ما تقول ايه ارتفاع مهول في كل العملات المشفرة حول العالم في عملات حرفيا كان سعرها اقل من دولار دلوقتي سعرها وصل لحد 7 دولار البيتكوين اللي كان سعره بلعب في حدود 48 والكلام ده كل 48 47 الحاجات دي دلوقتي بقى 90 الف تمام يعني من 48 الف او 47 الف لتسعين الف فاحنا في العصر الذهب للعملات الرقمية ولازم ان انت تبدأ بالفعل تشتغل وتشتري عملات رقمية ان شاء الله هيكون لها سلسلة فيديوهات جاية هقولك فيها ان انت زي تقدر تشتري عملات رقمية انه عملات اللي ممكن ترفع وتشتريها وتخليها في محفظتك عشان لو رفعت يكون بالفعل انت معاك عملات تقدر تبيعها بعد كده وتكسب لان فيه ناس بتقولك عبل طيف انا لما بدخل اشوف حوار التداول والكلام ده لانت ماجي بتوين وما بفهمش البورد والحاجات دي كلها لين الشاشة والحاجات اللي بتطلع وتنزل والاسمال الشموع والحاجات دي انا هتديك البساطة وهقولك ازاي انت تقدر تستثمر ببساطة هو ان انت تشتري عملة افتراضا عملة رقمية تحوشها عندك ارتفعت تقدر تبيعها وتكسب شفت الموضوع بسيط ازاي؟ والله الموضوع بسيط جدا شفت انت ازاي؟ وان شاء الله ده انا هشرح لك في الفيديوهات الجاية ولا عشان هو اعلان؟ لا والله الفرصة ان الموقع ده في الوقت الحالي لسه ان يعني الناس زي ما تقول ايه الناس اللي شغالة في البي تو بي او اللي هو الصرافة يعني بالعامية بتاعتنا لسه مفيش حد يعرفه كتير فبالتالي لسه الشغل عليه قليل ولكن ده لما يتعرف انت بتاخد عندك الاولوية فيمني ان انت مسلا تقدر اشتغل عليه كاولوية بي تو بي طبعا انت مسلا عارف اوكي اكس باي بيت الكلام ده كله لما انت تدخل عليهم بتلاقي عندك مثلا هو البي تو بي ان انت مسلا حابب ان انت تحول عملة تشتري عملة بي عملة كلام ده كله يعني فيه منافسة قوية حرفيا ولازم تنزل في السعر لأ هنا مفيش منافسة تقريبا فبالتالي انت هكونت كينجي لو اشتغلت في حوار البي تو بي ده تمام؟ لان مش هيكون تقريبا فيه جارك انت ومجموعة اشخاص فبالتالي تقدر تحط السعر اللي انت عايزه فانا عشان كده بقول لك ايه الحق انك تسجل عليه وبالفعل تبدأ عليه دالوقتي يا سيدي اده الموقع زي متى شايفة هاسوب لك يلينك بتاعه تحت فيه الوصف او لما تخش عليه هيكون عندك دى الواجهة الموقع ده كان من اسبوع ما بيدعمش اللغة العربية دى الوقتي باقدم اللغة العربية لو انت روحت هنا عندك على الايكونة دي هتلاح عندك هنا مجموعة من اللغات منها اللغة العربية ولا ما تدوس عليها هيظهر معاك اللغة العربية عندك فيه حاجة اسمها سعر الصرف بي تطلع علك سعر الصرف الخاصة بكل دولة أنا مثلا أشتغل في الـ USD أو الـ USD اللي هو الضرر الأمريكي دلوقتي أشرح لك الوجهة بشكل سريع هنا عندك القيمة اللي في الأعلى زيها زي بقية المنصات الأخرى باينانس وبايبيت وأوك إكس وكلام ده كله بس في نصيحة أخرى حابب أقول لك عليها والله أنت بتبحث من وراي باينانس مش كويس في الوقت الحالي لأنه للأسف بيقف الحسابات كتير جدا عربية وبشكل خاص حسابات إخواتنا في فلسطين يعني أنا عن نفسي دلوقتي بنصح الناس ما حدش تسجل أصلا على باينانس أنا بقالي الزمن ما بشتغلش عليه دلوقتي بشتغل على مواقع اللي هي وحالين هشتغل عندي على كون أن الموقع يعني المواقع دي ما حدش يواجه معاي مشاكل الموقع ده لسه جديد ولكن غالبا مش هحصل معاي مشاكل يعني وإحنا ننتظر ده عندك هنا زي ما تشايف الأسواق هنا بيديك مثلا اللي هو الأسواق الخاصة بالعملات عملة البيتكوين زي ما أنت شايف عامل إزاي أو من تمانية وتسعين أو من تسعة وتمانين لتسعين ألف شوف حرفين الارتفاع والهبوط عامل إزاي هنا في ارتفاع دائم بس هو بينزل هبوط شوفه بعد كده بيرفع تاني عندك هنا عملات أخرى هنا بيديك مجموعة من العملات فدي الوجهة تمام زي ما أنت شايف اللي هو الايه اللي هو الأقسام اللي هو الأسواق شراء العملات إن أنت تقدر تشتري عملة والخلاف وزي ما أنت شايف هنا مثلا تقدر تخش عندك على شراء العملات هتبص عندك هنا تقدر أنت تشتري مثلا عملة زي الشراء أو بيع مثلا الحابب أشتري افتراض ناسي دي بيتكوين أقدر هنا أجي عندي أختار مثلا عندي البيتكوين وطبعا هنا أأأأ يعني هدفع مثلا بالدولار زي ما أنت شايف اللي هو الـ هنا أقدر أشتري مثلا هدفع خمسين دولار هحصل عندي على زيرو فاصلة زيرو 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 مش أعرف خمسة واحد دي اللي هو الـ ساتوشي ساتوشي آآ هقدر أخبر مثلا اللي هو ده طبعا مبلغ صغير جدا لذلك أنه أنت مفضل ما تشتريش بيتكوين في الوقت الحالي ولكن تشتري عملة صعيدة تمام عملة صعيدة بالفعل هتكون عملة مميزة تمام زي ما أنت شايف أنت تقدر تشتري منه بس لازم طبعا تسجل دخول طيب دلوقتي بقى نيجل تسجيل الدخول وهشرح لك أنا عندك الحاجات دي كلها هتدوس هنا عندك على تسجيل عشان تقدر أن أنت تفتح حساب زي ما أنت شايف هنا طبعا بيطلق منك أن أنت تسجل بطريقة تقليدية هتلاقي عندك عن طريق جوجل وهتلاقي عندك عن طريق أبل فنح سجل عندي بطريقة تقليدية هاجي هنا عندي أحط هنا عندي اللي هو الإيميل بتاعي زي ما أنت شايف زي ما أنت شايف حطت عندي الباسورد وطبعا هتروح هنا دايس عندك إيه لقات قرأت ووفقت على الشروط والكلام ده كله هتقوم هنا دايس عندك على تسجيل تمام؟ تقدر تعمل حفظ هنا مثلا لو أنت حابب تحفظه وتقوم هنا طبعا جاية عندك وعمل اللي هو الإيه اللي هو السكوريتي أو اللي هو الخاص بالإيه باللي هو الأمان هيجي لك طبعا كود على الإيميل بتاعك هتقوم داخل عندك على الإيميل بعد هنا مسجلت حسابي زي ما أنت شايف وطبعا ضفت اللي هو الكود اللي بيجي لي عندي على الإيميل طبعا هنا بيقول لك اكمل بقى مهمتك اللي أنت ممكن تحصل على إلى تمن تلاف ومية دولار اللي هو يو استي دي اللي هي لعملة اليو استي دي المشفرة اللي هي بيعتبر وجه الوجه لإيه اللي هو اليو استي دي اللي هو الدولار الأمريكي العادي الورق اللي إحنا عارفينه يعني اليو استي دي دولار هو واحد يو استي دي واحد دولار في العالم الوقعي بتاعنا تمام؟ فأنت ممكن تقدر يعني تكسب لحد تمن تلاف ومية لو أنت جيت هنا دوست عندك على أحضر عليه الآن وجيت فتحت مثلا تلاقي عندك هنا بالفعل يعني بيديك فرصة انت تقدر تكسب تمام عندك من اول صفر يوستدي يعني من عندك من اول واحد سنت لحد عشرين دولار طبعا هتروح هنا جاية دايس عندك احصل عليه الآن عشان تقدر انت تدوس هنا عندك احصل عليه الآن ونشوف هنكسب كام خلينا نشوف يا سيدي أكسبت اتنين دولار اتنين فاصلة واحد دولار يوكس تي دي شوفت يعني كسبت اتنين دولاره احلوة الحمدلله يعني ما دخلناش ببلاش هروح هنا دايس عندي على حسنا ودلوقتي طبعا هيبتدي بقى ان انا اكمل بقية الاجراءات بتاعتي زي ما انت شايف هنا طبعا بيقولي ان انا يعني ده مكافئة الايداع لو انا حطيت عندي 100 دولار على حسابي طبعا هخش عندي على سحب اخر وهكسب برضو فوقهم يعني انا دلوقتي عندي في حسابي 2 دولار فاصلة 1 سنت ممكن اجي هنا عندي على السحب عشان اسحابهم لو انا حبيت بس طبعا لازم هنا عندك ان انت تكمل المهام اللي عندك عشان تقدر ان انت تحصل بالفعل على جواز كل مرة يعني مسلا بيقولك حط 100 دولار مسلا ان انت هنا تتداول مسلا بمية بعد كده مش عارف ايه وكل ما انت بتكمل مهمة من المهمات دي هتحصل على مبلغ من السحب اللي انت هتعمله تمام زي سحب كده وانت وحظة هنيجي هنا عندي على سحب عشان اقدر ان انا ممكن نسحب الفلوس بس هنا طبعا بيقول لي ايه لازم اكمل عملية التحقق يعني لازم ان انا احقق او اتحقق من حسابي عشان ان انت وجيت هنا عندك بص او يعني مش موسق او مش متاح فانا بيحتاج دلوقتي ان انا اوسق حسابي معلش على سحب بعد كده جيت هنا عندي على التحقق طبعا هنا بيطلب مني بقى ان انا ايه احط بياناتي لو اتحقق من بياناتي اجي هنا عندي على التحقق زي ما انت شايف وهنا طبعا بيقول لي بقى احدد البلد انت بلدك ايه او منشأك ايه انا هقول له هنا سيدي انا منشأي البرازيل تمام زي ما انت شايف كون ان انا عايش في البرازيل ومعايا اوراق برازيلية فانا هجي هنا عندي على البرازيل لو انت مصر هتحط مصر لو انت في اي دولة تبع الجنسيتك هتحط الدولة اللي تبع جنسيتك فانا اختار هنا عندي البرازيل هنا بيقول لي حط الاسم الاول هحط هنا عندي الاسم الاول زي ما انت شايف الاسم الاخير زي ما انت شايف بعد كده راح هنا نجايس عندي على التحقق طبعا انتظر عندي لحد ما يعمل التحقق بعد كده طبعا او مرايح عندي او هو رايح عندي بيقول لي دلوقتي ابدأ اتحقق من الايه من التليفون اروح انا دايس عندي على ابدأ التحقق الان دلوقتي اروح جاي فاتح الكاميرا بتاعت التليفون لازم كما يكون مستعدة الدولة او يعني دولة الاصدار اللي هي طبعا انت او ورائك تابع اي دولة لو مصر هتختار مصر لو البرازيل هتختار برازيل او اي دولة ايا كانت يعني اللي طبعا انت معك الجنسات بتاعتها فانا اختار عندي البرازيل أنا طبعا بيقول لي اختار بطاقة الهوية الوطنية جواز السفر رخصة الإقامة رخصة القيادة أنا عن نفسي راح نفسي وأقول له رخصة القيادة كون إن هي الشائعة يعني عندي هنا ودائما بضفها في المواقع اللي هي محتاجة توصيق طبعا هحطت عندي رخصة القيادة اللي هي رخصة السواقة وهاجي هنا عندي بالمنظر ده مطلع الرخصة هذه الرخصة هي ومطلعها المتابعة على الهاتف ويظهر عندي هنا زي ما انت شايف أقول له الحصول على رابط آمن وطبعا هيظهر عندي اللي هو الايه اللي هو الارتكو ده أجي أسحابه دلوقتي عندي على الموبايل على أساس أنه يظهر للت وانه طبعا بها أبدأ أن أنا اصور الرخصة زي ما انت شايف هنا من الأمام طبعا الإجراءات دي إجراءات بسيطة جدا يعني دلوقتي بقول لي صورها من الخلف أروح هنا دايس عندي على تحميل عشان كل صورت صورة شكلها جميل قوي وشكلها كويس أروح هنا رايح عندي على تحميل وأقلم من الجانب الآخر أروح هنا دلوقتي مصور الجانب الآخر وكده أنا كملت بالفعل التسجيل اللي هو إكمال التحميل ودلوقتي بيقول لي أنا هنتظر لحد أما يتم إكمال الهوية أو التحقق من الهوية هنا طبعا بيقول لي دلوقتي محتاج ان انا اسجل شاشة اللي هو تسجيل الفيديو لوجهي فهقول له ماشي بدء التسجيل وطبعا دلوقتي ابتدي ان انا اصور وشي وابتدي ان انا احرك وشي كده هو عشان يعمل تحقق من وجهي اللي هو تكون متطبقة مع صورة الرخصة ودلوقتي انتظر بيقول لي تم التحميل بنجاح وشكرا لك على التحقق من الهوية وهنتظر دلوقتي قيد المراجعة احيانا ممكن يرفض عادي تمام هقول له التحقق مرة اخرى عادي ممكن عادي تحصل يعني تمام عموما هو رفض ان هو يتحقق من ورائي ممكن يكون فيه تحديث الله اعلم فكنا من الحوار دا دلوقتي مش هنعمل التحقق دلوقتي فبس عموما انت ايه الفلوس يعني يعني يعتبر في حسابك اللي هو حزم التسجيل بس انت لازم انت طبعا تعمل التحقق بعد كده تمام خلاني دلوقتي بقى نشرح الوجهة عندك هنا طبعا في الجزء اللي في الاعلى اللي هو حسابك عندك هنا الحساب والامان تقدر ان انت تخش هنا عندك في الحساب والامان تقدر ان انت هنا تشوف عندك الرصيد الخاص بك اللي هو بتاع ايه اصولك انت او اللي موجود في حسابك جميل طيب تقدر هنا هتشوف عندك انا بيقولك ان انت تقدر تسحب لحد واحد فصل خمسة بيتكوين في اليوم يعني حوالي اه مثلا نقول واحد بيتكوين بتسعين الف والنص يعني حوالي كام حوالي مية وعشرين الف تقريبا في اليوم فطبعا مبلغ كبير جدا عندك هنا طبعا بقى اللي هو ده ازاي تقدر ان انت تحط ايداع مسلا انت كمسال زي ما انت شايف انا اقدر ااجي هنا عندي واحط ايداع من شبكة اخرى كمسال انا عندي فلوس على حابب ان انا الى هنا هون فاقدر ان انا اجي هنا عندي اختار العملة ان انا حاببا نقل بيها والافتراضي بتكون عندي احدد عندي نوع الشبكة اه عندك يعني لاحظ اه ان هذا يعرض فقط شبكة الايداع التي تدعمها منصة اه بي وي دي فاي ازا كانت تستخدم شبكة غير ما يدعمها يودي الى خسرة الاصول تمام طبعا زي ما اتشايف ان دي الشبكات اللي بتدعمها اللي هي ايه اللي هي شبكة او موقع فانت لازم ان انت الشبكة اللي عندك اللي هي الاخرى اللي انت هتنقل عليها الفلوس هنا او لازم تكون حاجة من دول وطبعا الاغلب بيستخدم عندنا اللي هو اللي هو الايه اللي هو عشرين تمام فده يعني الاسهل والاقصر شيوعا تقريبا كلنا بنستخدمها انا في بعض الاحيان بيستخدم بعض شبكاته يعني الأخرى الأرخص بكتير جدا جدا بس هي بتكون خطرة شوية وبتطول شوية ولكن انت لازم تستخدم عندك الشبكات اللي موجودة هنا بايبت باينانس أوكي اكس أي محفظة أيا كانت فيها بالفعل الشبكة دي اللي هي تي ار اكس لأن بالفعل أكثر شبكات شوعا وشهرة فانت لازم تكون انت بالفعل يعني هتدعمها أو انت لازم بالفعل تكون انت ايه واخد من الشبكة دي فزي ما انت شايف اللي هي الشبكة دي ثم انت جاي عندك طبعا هنا عند يعني عندك على الانوان تقوم جاي نسخ او لو انت مسلا عندك الابليكيشن مثلا بتاع اي شبكة ايا كانت اي 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 شبكة تقوم هنا جاي عندك عامل سكان على اللي هو القرب ده وهو سيتم تحويل الفلوس فهنا طبعا طبعا انت تقدر تعمل ايداع طب انت معاك مثلا ايداع ورقي يعني مثلا يعني كمثال انت حابب ان انت مسلا تدفع بالفيزا ازاي بقى هتيجي هنا عندك على شراء العملات ثم هنا جاي عندك على شراء الواملات عشان تقدر نيتها تشحن حسابك شراء بيع فانا زي ما قلت لك تجي هنا عندك افتراضا انا سيدي هاشحن بالدولار تمامي وست دي حابب مثلا احط عندي ميت دولار ستميت ريال اجي هنا عندي الشراء باستخدام اللي هو الريال البرازيلي اروح الجاي هنا دايس عندي وانا طبعا بيقول لي بقى اللي هي الايه البنوك اللي هي بتدعمها تقدر نيتها تشتري عن طريق البنوك دي اللي هو عن طريق الفيزا طبعا يعني هنا طبعا انت يعني تاخد السعر الافضل السعر الافضل اللي هو ده اللي هو افضل سعر اللي هي الشبكة دي تمام تقدر ان انت تدفع عن طريق فيزا ماستر كارد وجوجل بلاي وابل باي فانت تقدر تختار يعني الشبكة الافضل من دي وطبعا هي بتدعم الايه اللي هي المنصات دي ان انت تقدر تدفع من خلالها الاجمالي طبعا هيكون عندك كم ستمية ريال هتاخد هنا عندك تمانا وتسعين دلوقتي نزل للأسف. تمام? بس يكون عندك تمين واتسعين دولار. عندك هنا طبعا بقى التداول. هنا بقى عندك التداول الفوري. ان انت تقدر ان انت تشتغل في التداول الفوري. تمام? يعني مسلا عندك جميع العملات اللي انت عايزة. عندك هنا عندك هنا اللي هي اللي هو عندك هنا طبعا اللي هو عملة وعدة جدا. وانا بفكر بالفعل ان انا ان شاء الله استثمر فيها. وعندك طبعا اللي هو اللي هو فبرضو دي عملة وعدة جدا. تمام? عندك عملات كتير رافعة زي ما انت شايف. فانت تقدر ان انت تختار ما بينهم هنا في الاعلى وتستثمر وان شاء الله هيكون لنا فيديو خاص عنها. التحويل نفس الفكرة برضا انت حابب تحول مسلا مبلغ يعني مسلا من حساب لحساب. او مسلا يعني من شبكة لشبكة. يعني افتراضا انت معاك اه عملات بيتكوين حابب تحولها لـ هنا تقدر يعني يعني باستخدام التداول التحويل تقدر انت تحول مسلا فلوس مسلا من لبيتكوين او بيتكوين ليوست دي. ودي النقطة اللي انت تقدر تحفظ بها على اصولك. يعني مسلا افتراضا انت مسلا معاك بيتكوين شايفي البيتكوين في انخفاض حابب تحول لـ عشان تقدر تحفظ على السعر بسرعة. اذا انت تقدر من عندك هنا من التحويل تحول العملة. كاني مسلا من الامريكي لليورو. ماشي اللي هو الدولار من اليورو. المشتقات نفس الفكرة هنا عندك المشتقات الخاصة اللي هي عقود دائمة تسوي بالـ والعقود الدائمة دي ربا. خلي بالكم يا جدعان العقود الدائمة دي ربا. ما حدش جنبها ولا انا هشرحها عندي على القناة. عشان اكون صريح معكم. انا بديكم الحلال. احنا هنا منصة موقع حلال. قناة حلال. حلال كريزينت. تمام? فانا ما بكلمكم ازاي تتدول بالعملات المشفرة. بكلمك في الحلال فقط. العقود الدائمة دي ربا. حدش جنبها. لانها طبعا بت ايه? عقود فيها فوائد. فبلاش? عندك هنا طبعا التداول التجريبي تقدر انت بالفعل تستخدم عندك تداول التجريبي عندك على المنصة. كمسال لو انت جيت هنا عندك على التداول التجريبي. تقدر ان انت بالفعل هو بيديك مجموعة او يعني بيديك آآ اللهم صار على النبي مبلغ مثلا خمسين الف دولار. طبعا ده مبلغ افتراضي مش حيي. لو حيي يا ريت والله كنت سحبته على طول في ساعتها. كنتش اتدولت ولا لي. لا كنت تدولت الصراحة. بس ماشي. عازك هنا بيديك خمسين الف دولار. تقدر ان انت بالفعل تتداول فيهم. بيقول لك انا مرحبا بيك افيت آآ تجريبة التداول المحاكمة. هنا طبعا بيديك خمسين الف زي ما انت شايف. قادر ان انا اتداول في عملة يعني عملة افتراضية او مثلا يعني عملة حقيقية يعني افتراضا خمسين الف وهمي آآ اتداول مثلا يا سيدي في البيتكوين. واشوف بالفعل انا جايت في التداول ولا لا قبل ما تداول في عملة حقيقية. فانت عندك انا الفعل ايه? يعني عندك هنا تقدر ان انت يعني تتداول زي ما انت شايف. طبعا زي ما قلت ده حساب امري ادى يعني ده حساب تجريبة. طيب تحويل الاموال املأ آآ سعر والكمية وتقديم الطلب. وان شاء الله هتكلم عنها باذن الله فيديو جاي. نجي بقى نشرح الباقي. عندك هنا طبعا روبوتات تداول. هنا مثلا لو انت صفر تداول الكلام ده كله تقدر ان انت بالفعل تتداول مع الروبوتات. برضو لازم تعرف الروبوتات دي هي هتتداول في ايه? عشان برضو ما يخشش في حسابك. فانت مسلا تقدر ان انت يعني تشوف الشفاكات الاقصر تداولا مسلا تقدر تنسخ تداول من حد بالفعل محترف. كم مثال ده شخص يبه تداول بالفعل بشكل محترف. طبعا الربح والخسارة. اللي هو كام ستمائة وعشرين والا بالفعل شرحتها قبل كده في فيديو فات. ان انت ازاي تقدر يعني تنسخ الناس في التداول. ايه تاني طبعا عندك الاستثمار الفوري? ده اشطى انصحك به. الاستثمار الفوري ده شغال جميل. لانه بالفعل مكسب وخسارة في ساعتها. مش عقود اجلة. يعني معنى كده ان هو ما فيه شربك. فانت تقدر ان انت تنسخ التداول اللي هو نسخ مجاني. طبعا هنا هيقول لك النسخ ده مسلا يعني بداية من كام? طبعا فيه ناس يقول لك انت والله هتقدر تنسخ من عندي من بداية تلتمية من اول مية من اول خمسين فيه الحد عشرة دولار اصلا تقدر تنسخ المعاملات. او اللي هو الشغل بتاعك. وهو طبعا بياخد نسبة. يعني الراجل ده اللي هو انت هتنسخه بياخد نسبة. عندك اشراكة. وطبعا هنا الشريك العالمي والكلام ده كله كل دي حاجات بقى خاصة بالايه? بالموقع والمكافأات اللي هو بيدها لك زي عجلة الحظ مسلا. نتكلم بقى بإذن الله في الفيديو الجاية على حاجات اخرى ان شاء الله لموقع بي واي دي فاي. وده كان الفيديو اتمنى ان الفيديو عجبكوا استفدت مني وعمل لايك للفيديو عشان تنتظر الفيديوهات الجاية وشوفكم بقى بإذن الله فيديو جديد ومع السلامة.